السلام عليكم يا شباب اهلا بكم في قناة تايم سيفنج النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نغير الخلفية بتاعتنا الخضرة من الشكل ده للشكل ده او الشكل ده او الشكل ده او اي شكل انت عايزه بطريقة سهلة جدا وبسيطة الموضوع ان شاء الله هنستخدم فيه برنامج ادوبي برمير سي سي 2019 والبرنامج ده الفكرة ان انا اخترته لأسباب هقولها لكم في الفيديو لان البرنامج ده افضل برنامج بيقدر يعمل الموضوع ده ومش محتاج تكون محترف فيه ممكن تاخد الخلفية الخضرة تغيرها بس على البرنامج ده بالطريقة اللي هنقول عليها وبعد كده تشتغل بقى على كامتازيا ستوديو على فلمورا على كين ماستر على اي حاجة من البرامج دي بعد كده عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا يلا بنا كده نبدأ يا شباب ونشوف هنعمل موضوع الكروما ازاي المفروض ان انت بتسجل فيديو يكون الخلفية بتاعتك على الكروما زي فيديو زي ده كده طيب الفيديو ده ده دلوقتي انا سجلت بخلفية خضرة مهم جدا ان انت تحاول بقدر المستطاع ان الخلفية بتاعتك يكون الاضاءة بتاعتها متنسقة وكويسة لان كل ما الاضاءة كانت افضل هيكون موضوع ازالة الخلفية الخضرة اسهل بكتير طبعا فيه طرق كتيرة تعرف تعمل بها ده الميزة في ادوبي بريمير اللي هنستخدمه ان مهما كانت الخلفية الخضرة بتاعتك فيها مشاكل او الاضاءة بتاعتها مش كويسة تقدر تتحكم في ده لكن ركز معايا في الخطوات لان الخطوات فعلا محتاج تعملها المرة واحدة بعد كده هتثبتها على كل الفيديوهات بتاعتك هنفتح برنامج ادوبي بريمير عندنا الاوديو والفيديو موجودين هنا لما يفتح معاك البرنامج لو فيه انت فايلات قبل كده او ملفات انت اشتغلت عليها بتظهر معاك هنا مش عايزك تتخضم من البرنامج احنا مش محتاجين نبقى محترفين فيه احنا نعمل حاجة اهم حاجة محتاجينها من البرنامج بعد كده ناخد الفيديو اللي فيه الخلفية اللي احنا عايزينها بعد ما شلنا الخلفية الخضرة ونشتغل على اي برنامج ايديتنج حتى لو ابليكيشن على الموبايل مفيش مشكلة لكن ده اقوى برنامج بيعرف يعمل الموضوع ده هتضغط على new project هيفتح معاك القايمة دي تقدر تختار المكان اللي انت عايزه تحط فيه الملف ونكتب هنا مثلا كرومة بعد كده تختار المكان اللي انت عايز تحط فيه الملف طبعا انا بعمل ايديتنج لايف للفيديو ده معاكو دلوقتي انا مسمي كرومة بضغط على select وبعد اوكي هيفتح معانا الوجهة اللي ممكن تخدوكو شوية دي تمام كل برامج اليديتنج بلا استثناء بنفس الطريقة ده التايم لاين اللي تقدر تحط فيه الملفات بتاعتك والصور والفيديوهات وهنا تقدر تجيب الحاجة اللي انت عايزها وهنا الاعدادات للحاجة اللي انت هتختارها من هنا وهنا الـ effects والحاجات اللي انت محتاجها يعني الموضوع مش محتاج ان انت تبقى مخدود منه او تخاف خلونا نمشي خطوة خطوة كده بطريقة سهلة وبسيطة عشان فعلا تعرف تتعلم تشيل الخلفية الخضرة بتاعتك مهما كانت باحتراف طيب عندنا الملفات بتاعتنا دلوقتي عندنا الملفين دول هنسحبهم كده وبعدين نروح على الادوب بريمير ونحطهم هنا طيب هما ليه ملفين لان انا مسجل الصوت بمايك خارجي في مكان تاني ومسجل الفيديو بالكاميرا فانا محتاجة وفقهم على بعض في طريقة نعرف نعملها في الادوب بريمير نوفق الصوت مع الصورة انا مش متذكر هي بتتعمل ازاي دلوقتي لكن الموضوع مش صعب طبعا الزوم هنا تقدر ان انت تضغط على زرار الـ alt وبعدين باكرت الماوس يعمل معاك زوم بالشكل ده كده برضو هنقدر نشوف ان في سقفة انا سقفتها في الفيديو خلت في سبايك كبير كده او في حاجة الصوت طلع معانا نقدر نحرك ده كده لحد ما الاتنين ييبقوا تحت بعض بالزبط يبقى انا كده وفقت الصوت مع الصورة طبعا ده مش موضوع الفيديو بتاعنا احنا شرحنا في فيديو قبل كده لكن انا دلوقتي بعمل فيديو live editing معاكو عشان تشوفوا الموضوع بيتعمل ازاي ومنساش اي خطوة انا شغال كل ما هتزوم اكتر هيبقى عندك تحكم اكتر تمام كده احنا زبطنا الصوت على الصورة وبعد كده الفيديو بتاعنا شغال مفيش في مشاكل دلوقتي عايزين نشيل الكروما الخضر اللي ورانا زي ما احنا شايفين فيه ظل بسيط موجود هنا فيه اجزاء مش اضاقتها مش كويسة لكن حنقدر نعمل الموضوع ده بشكل سهل وبسيط ان شاء الله طيب انت بتدخل على افكتس هنا طبعا لو انت ما عندكش الوجهة دي انت بترجع تاني بتدخل هنا على بتدخل هنا على ويندو وبعدين وورك سبيس وبعد كده تضغط على reset to save the layout بيرجع يرجع لك الوجهة بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان تبقى ماشي بنفس الشكل اللي موجود عندي طيب دلوقتي المفروض ان انا بدخل على افكتس بس وبدور على حاجة اسمها ultra ultra key preset ده اللي انا عامله ومسيفه هنعرف ازاي تحفظه عشان يبسابت معاك خلينا نجربه كده مع بعض لو احنا سحبنا ده كده حطنا هنا هيعمل لك الشكل ده طبعا مش باين وفي مشاكل طب ليه لان ده مختار نقطة معينة في الفيديو القديم اللي انا حفظه قبل كده لكن لو احنا وقفنا هنا ultra key وبعد كده ضغط على زرار ال control عشان ياخد مساحة اكبر وتروح على اكتر حاجة غمقة في المكان وتضغط كده هتلاقي ان الخلفية تماما اتشالت ومفيش مشكلة بالنسبالك طبعا دي الطريقة السريعة بعد ما تعمل الخطوات في الفيديو ده مرة واحدة هتثبتها معاك وتقدر تختار ultra key presets لكن احنا مش هنختار ال preset دلوقتي هنختار ال ultra key العادي خلينا نرجع control z تاني نختار ال ultra key العادي بتاعنا خلونا ناول نجيب اي صورة عشان نحطها معنا عشان نعرف نستخدمها والدنيا تظهر معنا بشكل افضل ااخد الصورة دي كده هسحبها وبعدين احطها هنا المفروض احطها في اي مكان لكن لو حطتها هنا مش هتبان معاك المفروض هتغط على الفيديو بالكامل المفروض ان انت تسحب الفيديو الفوق والصورة تبقى تحته عشان لما نشير الخلفية الخضرة يبقى هي كده تمام نرجع تاني نعمل zoom out بال alt والبكرة بتاعت الماوس فكا نسحب الصورة بالكامل نحطها معنا في الفيديو كده تمام كده نقدر ان احنا نسحب ال ultra key ونحطها على الفيديو بتاعنا وبعد كده هو بيقولك اختار لي المكان اللي انت عايز تحط فيه تختاره كلون اخضر وتضغط على زر ال control وبعد كده تضغط هنا هتلاقي برضو الدنيا باعتم معاك هنبدأ بقى في الخطوات اللي هنزبط فيها الموضوع بتاعنا بشكل كويس طبعا يفضل انت تختار الفة عشان تشوف كل الاماكن البيضة دي فيها مشاكل المفروض ان انت برضو مايحصلش ان يبقى فيه حاجة سودة موجودة في جسمك او في اللبس بتاعك هنرجع ندخل على mat generation وبعد كده البيديستل ده نرفعه نخليه 100 هتلاقي الدنيا وضحت معاك بشكل كويس جدا طيب الشادو حسب انت محتاج ايه الشادو ده لو رفعته خليته 100 ومافيش مشاكل it's ok خليه تمام وبعد كده بتضغط على حاجة اسمها mat cleanup وتخلي دي عشرة والسوفت تخليها عشرة برضو دي افضل قيم انا وجدتها زبطت معايا لما نرجع تاني على الكمبوسيت هتلاقي ان الصورة بقت افضل بكتير والدنيا تمام ووضحت لو انت عايز تشيل مثلا لاب توب زي ده من المشهد تقدر تشيله ازاي وانت واقف هنا بتضغط على علامة الماسك هنا وبعد كده تبدأ لازم تتأكد ان انت واقف على program مش واقف على title او حاجة تانية تمام او reference مثلا لازم تبقى واقف على program وبعد كده تختار ده كده معاك تخلي هنا مثلا دي 25% وتبدأ ان انت تعلم على الجزء اللي انت عايزه يظهر طبعا تكون عامل حسابك ان ايدك ما بتطلعش برا المشهد ده بمجرد ما بتقفل دي بتلاقي ان اللاب توب بتشيل من المشهد بتاعك تقف هنا خلاص اصبح الفيديو بدون لاب توب تماما لكن لو ايدك طلعت برا المشهد حيبقى شكلها يعني مثلا شايفين كده ايدك طلعت برا المشهد المفروض تقف على الجزء ده كده وتقف تاني هنا انت تقدر تلغي الفيو عندك من هنا زي ما انت عايز لو انت في مشكلة بالنسبة لك وتقدر انت تقف هنا على المسك نفسه وتعدل شوية لو لقيت في مشكلة في الجزء ده كده تمام وتبدأ تمشي مع الفيديو بحيس انت تشوف هل في مشاكل ولا لا تمام تمام بعد ما خلصت القصة دي كده وانت واقف هنا تقدر تقف على الالترا كي وبعد كده تعمل رايت كليك وبعد كده تعمل سيف بريسيت سيف بريسيت دي بيخليها تظهر معاك هنا تقدر تسميه لو ضغطت على سيف بريسيت تكتب الاسم اللي انت عايزه وتكتب ديسكريبشن توصف الموضوع ده انت كده بالنسبة لك اصبح الفيديو بخلفية انت شايفها كويسة طبعا برضو في حاجة برضو عشان ما ننساش ممكن تبدأ على الفيديو بس تعمل حاجة بسيطة هنا اللي هي ليومتري كالر وترفع الكنتراست شوية بس عشان تخلي الدنيا شكلها ازرف بدل البهتان اللي انت شايفه ده في الفيديو بس تاخد بالك لانه بيرفع برضو بيرفع الاضاءة جدا على الوش طيب انت خلاص بتحفظ الموضوع بتاع الالترا كي ده وخلاص بالنسبة لك يبقى ثابت تقدر تعمل اكسبورت للفيديو ده على اي برنامج بعد كده عايز تضيف عليه نصوص عايز تعمل لي اي حاجة انت كده شلت الخلفية بطريقة سهلة جدا باحتراف مهما كان في مشاكل في الخلفية بتاعتك اتمنى يكونوا استفدتم من الفيديو شكرا لم تبعدكم الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع تايم سيفينج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته